موسيقى عاصلي مدينة جميلة مرحبا بكم في الجزء الثاني من دارس الجذائد المنقبرة والعبارات الجبرية التمرين تطبيقي انشر العبارات الثالية في التمرين هذي بش نتعلم كيف نتبك الجزائد المعتبرة في عبارات جبرية فيها جذور تربية اول حاجة بش نفكركم وقت يكون عندي جذر خمسة قوة ثنين يعني جذر عدد قوة ثنين يكون المربع يكون لناحي الجذر معناها جذر خمسة قوة ثنين يكون يساوي خمسة جذر خمسة عشرين يساوي جذر خمسة عشرين هوا جذر خمسة عشرين هنعرف ايه الخمسة عشرين هي خمسة قوة ثنين يعني خمسة قوة ثنين وقلنا اللي المربع يناحي الجذر قلنا لهذه يلقينها خمسة اذا كنمشي وناخده الى حاسبة وناخدمه جذر خمسة وعشرين تنلقاها بالإله الحاسبة يساوي خمسة خمسة اي عدد اي جذر عدد قوة ثنين اي جذر عدد قوة ثنين راهو ثنين اتنحي الجذر والعدد هذك يساوي هو نفسه مثال جذر تسعة قوة ثنين راهو يساوي تسعة جذر تسعة قوة ثنين هو شنية كان نحسبه هو جذر واحد وثمانه كننجيب الى الحاسبة نحسب جذر واحد وثمانه تنلقاها دريكتما نلقاها مباشرة يساوي العدد تسعة العبارة الاولى ا هي ثلاثة الا الجذر خمسة قوة ثنين هذا في العبارة الاولى هنا جذر باش نتبق الجذر الثاني اذا لذاو يساوي العدد الثانى قوة ثنين ثلاثة قوة ثنين مع العدد الثانى قوة ثنين عندي علامة الا اذا الا على هنا هلاثنين ثلاثة 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 وهذا يساوي تسعة قنات�� المربه الى نحية الجذر مع خمسة إلا لذلك ما لدي العدد نضربهم في بعضهم إلا الستة الجذر الخمسة نضيف الجذر الخمسة مباشرة كما تطبيق العدد يعني المجهول كما تطبيق المجهول بالضبط واضحوني الستة تسمى هذية الستة في جذر خمسة دوك هيدا يساوي تسعة مع خمسة أربعة تاش إلا ستة جذر خمسة دوك هيدا هي النتيجة مش نتعادل العبارة الثانية العبارة الثانية عندي في البي جذر اثنين إلا جذر سبعة قوة ثنين يساوي جذر اثنين على قوة ثنين مع جذر سبعة قوة ثنين عندي إلا 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 ثنين في العدد الأول اللي هو جذر الثنين في العدد الثاني اللي هو جذر سبعة قلنا ثنين يناحي الجذر ما انتعابش روحي جملة توق ثنين يناحي الجذر إلا نكتب مباشرة ثنين مع ثنين ناحي الجذر إذا نكتب مباشرة سبعة ثم لهنا عندي الحق بش نحسب الجذور في بعضها وعندي لهنا إلا ثنين إلا ثنين والجذر نحسبه في بعض وعادي تحسب في بعضه كما الـ X في X تساوي X قوى 2 واضحة هنا جذر 2 معدي لحق بيش نحسبه مع جذر 7 ما نحسبه مش مع بعضهم اما نضربهم في بعضهم ألوغ جذر 2 في جذر 7 هي جذر 2 في 7 بيش نلقى هنا 2 مع 7 قدش تساوي 9 إلا 2 جذر 14 ذوك هيري هي نتيجة متاعنا نصحكم كما العضاء ورقة وسطيلو وتتبعوا معايا التمارين العبارة C عنا 3 جذر 7 مع جذر 2 قوى 2 تساوي هنا إنا بش نتبق أي جذاء من جذاءات الثلاثة الجذاء الأول بش نتبقه هنا ألوغ العدد الأول 3 جذر 7 لكلها قوى 2 معا العدد الثيني قوى 2 عندي معا ألوغ معا لهنين معا العدد الأول معا ثنين بقضون ثنين في العدد الأول إذن 3 جذر 7 في العدد الثيني في جذر 2 دونك هناش عندي عندي ثلاثة قوى سنيني نكتب لهنين ثلاثة قوى سنين في هذي راهي في جذر 7 قوى سنين معا جذر سنين قوى سنين دونك قلنا سنين تنحي الجذر دونك معا سنين معا هناش نوا بش نعمل بش نضرب العدد في بعضها عندي ثنين في ثلاثة معا ستة في جذر سبعة في جذر الثنين كيما شوفنا تاوى شوية جذر أربعتاش ثلاثة قوى ثنين تسعة تسعة في جذر سبعة قوى ثنين تسعة في سبعة معا ثنين معا ستة في جذر أربعتاش تسعة في سبعة قدش تساوي 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 تلاثة وستين تلاثة وستين معا ثنين خمسة وستين معا ستة جذر أربعتاش هذه هي اللتيجة متاعية لنمشي للعبارة d العبارة d عن جذر ثلاثة مع ثنين جذر ثنين قوى ثنين تصيب هنا نتبق الجذاء الأول العدد الأول قوى ثنين مع العدد ثيني جذر ثنين مع 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 سنين في العدد الأول في العدد الثاني جذر ثividad قوى ثنين تواسهم مع سنين قوى ثنين في جذر السنين قوى ثنين مع سنين سمحوري هنا ثنين ثنين رغمه أربع في جذر ثلاثة في جذر ثنين جذر ستة تصيب ثلاثة مع ثنين قوى ثنين أربعة في ثنين ثنين ناحية الجزر ثنين تقعد للهنة مع أربعة في جزر ستة نكتبها هك أربعة جزر ستة تكتب مباشرة تساوي ثلاثة مع أربعة في ثنين ثلاثة مع ثمانية هذه هي العبارة دي وهذه هي نتيجة لتحصلنا عليها نتعدي مع بعضنا مباشرة نقول العبارة أش في العبارة أش شنوى عندي عندي أربعة جزر ثلاثة إلا جزر السنين هنا لعندي لمعالة إلا توقع عندي عمليت دونك عندي في عندي ضرب عمليت ضرب في أربعة جزر ثلاثة مع جزر السنين هنا لحنا في هنا جزاء هنا في الجزاء الثالث باش نتبق الجزاء الثالث عندي عبارة في عبارة باش نتبق القاعدة مباشرة دوك القاعدة تقول العدد الأول قوة ثنين خطر عندي لحنا نفس العدد نلاحظوا مع بعضنا عنه نفس العدد لحنا أربعة جزر ثلاثة أربعة جزر ثلاثة إلا جزر ثلاثة إلا العدد الثاني قوة ثنين نتصوروا توسهر لكم الجزاء الثالث تطبيقوا سهل ما هوش حاجة صعيبة برش نتصوروا أسهل واحد زادة أربعة قوة ثنين دوك السنين معنيها في ثليثة إلا ثنين ستاش في ثليثة ثمانية واربعين إلا ثنين تساوي ستة واربعين هذا هي نتيجة متع آش نتعاد العبارة أ العبارة او عندي سبع جزر سنين الا تسعة في سبع جزر سنين مع تسعة تسابي قعدة نتبق في اي جزاء من الجزاء التلاثة الجزاء الثالث هنا نلقى الجزاء الثالث ما تقول القعدة تقول العدد الاول قوى الثنين يعني سبع جزر سنين قوى الثنين الا العدد الثاني قوى الثنين هذا يسابي سبع قوى الثنين في شزر سنين قوى الثنين الا تسعة قوى الثنين واحد وثمانين دق سبع قوى الثنين تسعة واربعين في ثنين الا واحد وثمانين يسابي ثمانية وتسعين الا واحد وثمانين ثمانية الا واحد سبعة تسعة الى ثمانية واحد هكا نكونوا كمانا العبارة ب إن شاء الله نكون فتكم نختموا بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صالي وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتسير تابعوني بشن كامل لكم تماريين وبشن كامل لكم دي كون كورنفيا إن شاء الله